اشتركوا في القناة والتكديف فيه يتم بمكداف له كف واحدة عن اليمين او عن اليسارة ويتخذ اللاعب فيه وضعية شبه الواقف ويبقى المكداف طليقا في يده ويعود اصل كلمة كانوي لكلمة كينو والتي تعني المركب المصنوع من جذع الشجرة وهي وسيلة ابتكرها الانسان منذ الاف السنين للصيد والتنقل عبر الانهار ولم يكن هناك شكل محدد او نموذج متعارف عليه للقارب اما الكياك فاصلها امريكي واول من قام باستخدامها سكان الاسكيمو في الولايات المتحدة الامريكية للصيد في الانهار ثم انتقلت الى بريطانيا اولا ومنها الى اوروبا وقارب الكياك هو قارب مغلق من السطح وله فتحة لكل لاعب يجلس فيه دفته ثابتة تحت الماء اما التكذيف فانه يتم من جهتي القارب بالتناوب بواسطة مكداف له كفان اجوفان من الجهتين تتم ممارسة لعبتي الكانوي والكياك من خلال الاتحاد المصري للتكذيف والذي تأسس عام 1907 ثم انضم الاتحاد المصري للكانوي للاتحاد الدولي للكانوي عام 96 ما اشهر الاتحاد المصري للكانوي في يونيو 2011 وتتعام ساموي ورياضة الكياك حيث تتضمن مسابقات فردي وزوجي ورباعي كما ان هناك رياضات اخرى مدرجة في الاتحاد مثل الدراجون بوت وتعود تسميته نسبة الى التنين الصينية ويتم التنافس عليه في السباقات ويتميز هذا القارب بانه يتم قيادته من حوالة عشرة مجدفين او عشرين بالاضافة لقائد الدف وقائد الطبلة الالواح الواقفة وهي عبارة عن لوح كبير وواسع وتكون معظمها بيضوية توفر ثباتا جيدا على الماء ويكون اللاعب واقفا على اللوح ومعه مجداف ومرضوط بحبل امان يربط اللوحة بساق اللاعب وهناك السلالوم وتعني التزلج المتعرج ان يقوم اللاعب بالتزلج على المياه بشكل متعرج وهو داخل القارب